هنروح لكرة اليد سيدات كرة اليد السيدات اللي عندهم مطش مع اتحاد الشرطة الرياضي واستطعنا ان احنا نفوز الحمدلله 41-11 احنا بديلعب في المجموعة الاولى لان دور السيدات غير الرجال هو عبارة عن مجموعتين المجموعة الاولى اللي بيتضم فيها النادي الاهلي فيها مين؟ الاهلي والشمس والترامس 6 اكتوبرا وليده ومنوف الرياضي والتحاد الشرطة والترسانة ومركز شباب ششة الانعام البطولة بتتلاقي من زم المجموعتين زم قلت لحضراتكم هيتأهل اول تلاتة واول تلاتة من هنا عشان يلعبوا زي ما قلنا لحضراتكم الستة اللي فوق زي الرجال والبطولة طويلة شوي بس انا زم قلت لحضراتكم انا عندي يعني وجهة نظر معينة انه الفرق الكتير ويبقى الفرق واسع ما بين الفرق ده ما فيش استفادة يعني انا النهاردة لما اكسب مثلا النادي الاهلي يكسب فرق 45-43 ما فيش استفادة لا النادي الاهلي ولا للفرق الاخرى ايه وجه الاستفادة انا شايف من وجهة نظري انه الفرق القوية تتحط في مجموعة والفرق الاقل شوية تتحط في مجموعة ويكون التنافس هيبقى قريب لما المطشات تبقى close game اللعبة هتستفاد واللي عايز يعني يطلع للمجموعة الاعلى يطلع يعني اول فرقتين تأهلوا يطلعوا يلعبوا مع اللي فوق عشان اقدر دايما احافظ على سبات المستوى وان ما يبقاش فيه يعني مطشات كتير يعني يعني 45-43 ايه وجه الاستفادة دي وجهة نظري ويعني اتمنى انها توصل الاتحاد اليد وياخدوا بيها يعني لان انا شايف ان تقاربوا المستوى بيعلي مستوى اللاعبات وده اكيد هيقود على منتخب مصر اللي احنا سامعين وعارفين من الكواليس انه يبقى فيه منتخب مصر للسيدات لكرة اليد واللي طالبنا بيه كتير اللجنة اللي موجودة دلوقتي بتفكر في كده وبتعدل كده وعندنا كلام من الكواليس طبعا بس وليدرش نعلن عنه لغاية ما الاتحاد يعلن عنه باذن الله